من القاهرة تحية رائعة لكل المشاهدين وكأننا على موعد ثابت كل شتاء اشتباكات ومعارك وقتلة وجرحة والسبب أنبوبة بوتجاز أزمة تتكرر سنويا في نفس المكان وزمان لكن الحكومة تفاجأ بها في كل مرة لا خطة لا استعدادات لا رقابة وفي كل مرة تشير أصابع الاتهام إلى السوق السوداء إلى مفيا المستودعات وإمبراطورية السريحة أمبوبة بتدخل المستودع بـ 8 جنيه وتخرج منه بـ 60 وـ 80 وـ 100 جنيه ده إن لقيتها لأنك محتاج عشان تلاقيها تاخد أجازة من شغلك وتقف في طبور طويل لا نهاية لها وتتمتع كمان بمهارات القفز والجري والاشتباك بالأيدي للحصول على أمبوبة بالسعر اللي يحدده السريحة ممكن كمان تكون محتاج لواسطة وقروط توصية وزي ما أزمة البتجاز في مصر لا تنتهي فهي أيضا لا تستحدث من العدم لأن الحكومة عارفة أسبابها وعارفة مواعدها وبتنتظرها سنويا دون أن تفعل شيء ليس لحلها ولكن ليخرج علينا المسؤولين بتصريحات وردية بتبشرنا دايما بقرب انتهاء الأزمة لكن هذا العام طالت الأزمة أكتر مما ينبغي لدرجة لم تجد معا أو لم تجدي معا التصريحات الوردية شيئا المشكلة أننا في أزمة الأمبوبة المتكررة ما بنكونش أو ما بتكونش عارف تحاسب مين التموين تقول مناش دعوة إحنا بنوزع بس اسألوا البترول والبترول بتقول إحنا بندخل كميات المطلوبة والمشكلة في التوزيع اسألوا التموين وما بين الوزارتين يدفع المواطن الثمن ويزداد الوسطاء والموزعون ثراء الليلة الحكاية عن أمبوبة البتجاز تلك المشكلة التي استعصت على الحل تلك الأزمة التي تعاقبت عليها الوزارة وعجز الجميع عن الوصول إلى حل جميع الاقتراحات المطروحة حتى الآن من كابونات أو كول سنتر لتوصيل الأنابيب ديليفري للمنازل أو حتى التوسع في مد خطوط الغاز الطبيعي لم تقدم شيئا وبقيت الأزمة كما هي تبقى الأصل الأزمة اللي فاتت لا أمبوبة مقصت ولا أمبوبة زادت الليلة سنبدأ الحكاية من الأول من عند السريحة والموزعين هل هم السبب فعلا في ارتفاع الأسعار؟ هل يرفعون الأسعار بمزاجهم؟ هل يبيعوها لمزارع الدواجن وكمائن الطوب؟ وأين ذهبت كبونات الحكومة؟ ولماذا عجزت الحكومة عن الحل؟ والسؤال الأخطر إذا كانت الحكومة تعلم كل هذه الأسباب علم اليقين فلماذا لا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الوسطة؟ وهل تملك ذلك فعلا أم أنهم جزء لا يتجزأ من منظومة التوزيع وهم الأدرى بشعبها وعشوائيتها؟ وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنهم لأنهم يقومون بما لا تقوم به الحكومة تساؤلات كثيرة وملف خطير لسه عندنا تفاصيل فيه كثيرة جدا هنسمعها من كل أطرافها نشوفكم بجرد أهلا بكم في كل مرة بتتجدد فيها أزمة البتجاز هم المتهم الأول في كل مرة تختفي فيها عن بهوبة البتجاز ويطول غيابها يجر البحث عنهم في كل مكان إنهم موسطاء توصيل الأنابيب أو الباعة السريحة اللي بنتهمهم وبتتهمهم الجهات الرسمية بالمسؤولية الكاملة عن الأزمة لكن في عز الأزمة يبقى يا بخت اللي يعرف حد منهم هل هم فعلا السبب في الأزمة؟ ولا الأزمة أكبر منهم؟ وهم مجرد حجة للحكومة العجزة عن تقديم حلول عملية؟ بسعدنا يكون معنا ثلاثة منهم حمود إبراهيم أهلا بحضرتك وأحمد علي أهلا بحضرتك وأهلا بحضرتك وصادق محمود أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أحمودة الحكومة بتعلق الشماء عليكم ولا أنتم فعلا بتعملوا أزمة حقيقية؟ لا سيدك أنا بناعملش أزمة الحاجية أصلا مفيش أصلا غزة لمنذ الخالص طب يعني حقيقك بتجيب الأنبوبة من المستودع بكامل؟ بسعد بجيبها بعشرة جنيه أنت بتجيبها بعشرة جنيه لو أنا باشتريها منك بتبقى أهلا بكامل؟ سعدتك أنا سعد بأخذ الأنبوبة من المستودع بفضل ألف بها طول النهار وأسيقها مثلا لبواب تحت بحقولي خمسطر جنيه سعدت مثلا البواب بقول لي مثلا طلعها فوق طلعها فوق بعشرين جنيه أنا أخذ فيها عشرة جنيه لا لو بتاخد فيها عشرة جنيه ده مش 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 هي دي المشكلة أنا الأنبوبة ممكن توصلني بتمانين وبسبعين جنيه فيه ناس بتبقها كده حسناتك ليه بقى بيبقى كده ليه فرق السعر الشاسة لأنه مفيش غاز يعني أنت كده بتعمل سوء سودة يعني أو مش أنت فيه ناس بتخلق سوء سودة فيه ناس آه بتخلق كده فيه ناس بتباعة غالية بس أنت يعني بالأمانة كده آخر كلام بالنسبالك أنت بتباعة بعشرة جنيه بالضمير والأمانة طيب عم أحمد بتجيب الأنبوبة بكامل بجيبها بعشرة جنيه برضو وبتباعة بكامل بصراحة بصراحة يعني ممكن يجيبها للغفيرة سيبها للغفير ممكن يقول لي طلعها فوقها خد فيها عشرة جنيه تاني برضو عمال يا جماعة من اللي بيبيع بخمسين وستين وسبعين وثمانين فيه ناس مستغل يا صروف طب انت في الأوقات العادية ممكن تاخد فيها عشرة جنيه بس في الأوقات الأزمة اللي احنا فيها دلوقتي ما بتزودوش عمالي ما احنا مابنللاش في الأوقتي دي مابنللاش مابنللاش بلنا عليها زحمة أوي يعني انتو دلوقتي حالك وايف ما بتشرف حالنا وايف اهو يعني مال من العمل للأزمة بقى من اللي بيبيع عم صادق بسبعين وثمانين دي ناس بقى اللي دايرة بالعربيات والعجل وبتاع لكن احنا بندها للناس لان يعني انتو اللي على دراعك ودول ما بتستغلوش لا بيستغلش بيخلقوش سودا اللي بيخلق سودا الناس اللي عندها عجل اللي عندها عربيات وتريسيكلات وكلام ده بيعملو ازاي بقى يعني ايه اللي بيعملوه عشان توصل بالسعر ده هو البواب عايز ياخذ الانبوبة منو ويطلعها هو بقى بيعايز يطلعها هو عشان ياخد اكتر من الساكن انتو بتشتيرو الانبوبة واحدة واحدة ولا بتشتري كمية وإنتو بتوزعها هي فها ازمة اصلا من ناس مفيش كتير اعني السعب فيه العادة ساعات بنشتري بنشتري ساعات بنشتري انبوبتين ما از تمس في اليوم؟ او تلاته بكتيرو يعني أنت ممكن تبيع كم واحدة في اليوم في الأيام العادية مش في وقت الأزمات أمبوبتين أمبوبتين بس؟ بس وطب أمبوبتين يعني بتسترزق عشرين جنيه في اليوم بس؟ ما هو ما فيش ما أنا ماش لاقي عشان أغير ده أنت بتتكلم على وقت الأزمة دلوقتي آآ يعني دي الشغلة الرئيسية بتاعت حضرتك ولا أنت بتعملها إلى جانب شغلة تاني؟ لا شغلة يعني دي دي شغلتك؟ آآ أيها بس أنت يعني هتقول أنت شغلتك بتقف على أمبوبتين في اليوم؟ ومفيش شغل طيب، أنت بتقف في طبور يا عم أحمد؟ لا بنافت طبور لما ناة لما كان الأول بنافت طبور دي وقت مافيش عشان بنافت طبور يعني دي وقت دي وقت ولا بتقف في طبور؟ ولا في طبور ولا في حاجة دي وقت طيب ما بتروحش المستوضى؟ بالروح مافيش، ما عرفش إن أخد أحنا طب المستودع لما بيديه لك بيبعارف ان هو ان انت حتبيعها ولا انت بتاخدها بصفة شخصية لا بصفة شخصية ما عرفش ان انت بتبيع لا واخوة انت حمودة بسهارتك الناس بيجوا المستودع هما بيجوا معاملين ناس هما يعني بتوع المستودع لهم ناس اللي بيعملوا سوء سوء لهم ناس اه لهم ناس بيديهم كميات الناس بتطلع تستغل السوق الناس دي هما يعني اه بيتقسموا معيهم يعني اه احاقية طبعا بيتقسموا معهم اه لكن انتو بتاخدوها انتو شخصيا على ناس تعمال شخصي اه مش على نال البيعة لا وانت بتروح تجيب من نفس يعني كل يوم بتروح تجيب من نفس المستودع لو ما فيش ازمة اه وبتروح تجي من نفس المستوضع كل يوم أنبوبتين وهو عارف إن دي استعمال شخصي إزاي يعني؟ يعني أنا منين إزاي أعرف وإنت بتجي لي كل يوم بتاخد أنبوبتين إن ده استعمال شخصي ساعدتك أنا باخد الأنبوبتين ساعدتك مثلا يبدوهم لغفير قاعد في عمارة ما فيهاش غسط طبيعي بيحتاج كل يوم مثلا أنبوبتين وبتالي للسكان بيأخدهم ويوزحهم على السكان طب تفتكر الكوبونات وبطاقة التموين والحاجات دي الحلول اللي تعملت دي ممكن يعني تبقى في صالح الناس؟ ايه طبعا إزاي بقى؟ لأن كل واحد يقبل كمية في الشهر آه كل واحد مثلا في الهرياف مش هنا في الهرياف موضوع البونات دي شغال آم كل واحد ليه أنبوبتين في الشهر كل بيت ليه أنبوبتين ما بيخدش أزهد من كده طيب أنا عايزة أسألك هو المستوضع بيجيب الأنبوبة بكام؟ آآ سهاتك ممكن يطلع حالك بعشرة جنيه؟ لا مش بيطلع حالك هي أساسا سعرها كم؟ آآ سعرها خمسة جنيه خمسة جنيه هو بيبعلك بعشرة جنيه زيك زي المواطن؟ آآ ولا عشان عارف أن أنت بتبعها آآ فبيرفع السعر؟ لا هو بيديك زي زي المواطن؟ بتاخدها زيك زي المواطن؟ آآ مع أنك مع أنه عارف المفروض طالما بيشوفك كل يوم أنك رايح تبعها؟ آآ في ناس يعني في ناس كويسين بتوع المستودع بيستنواهم بحالتك بيديهلك بعشرة جنيه؟ هلأ ممكن تضطر أن أنت تدفع لحد كده أي مبلغ عشان يسلكلك لك أنبوبة ولا تنين؟ نعم؟ بتضطر أن أنت تدفع لحد من بتوع المستودع ده آآ فلوس كده عشان يسلكلك أنبوبة ولا تنين؟ لا مفيش مفيش غاز دلوقتي مم مفيش بس هم عشان هم عارفينك يعني لو أنت واقف وأنا واقفة هم يعرفوك ومعرفونيش آآ حيبدوك أنت صح؟ لا أما ساعتك ساعتي بتدوك أنت وساعات مثلا في ناس توقف في الطابور بيدوها الغاز لما أنت مثلا كلهم بتاقف منهم بساعتهم بتدوكش فعلا طيب عم أحمد الطوابير الطويلة اللي احنا بنشوفها هل كلهم ناس زيكم كده بيسترزقوا من الحكاية ولا ممكن يكون فيها ناس مواطنين عاديين؟ لا في ناس مواطنين عاديين بيعطلوا حياتهم وأشغالهم ويقفوا في الطوابير هاي في ناس كتير الطابور ده ممكن يُعدى الطابور ده ممكن يخذ ياخد الطرف النهر الطرف النهار يعني اليوم كله هاي اليوم كل وممكن يجي عليك كله squat يجي عليك الدور متلقش ها يعني هنا القزمة وصلة لها الازمة عندنا أحنا جاملة كمان في الأرياف في الأرياف فين حتى؟ في الفيوم في الفيوم صعبة آآ صعب جيد هو تعريبا كل الأماكن عجل بيدي هو بيدي لوحد أمبوبة واحدة في الشهر طب قولي في الفيوم بكامل أمبوبة بنفس سارة تقارب يعني ممكن ساعة ما تخضيها تخضيها في 15 جنة من البتاع أرخص من القاهرة يعني وبعد كده بقى ممكن تجيبها في 78 آآ يعني أنت ممكن تباعها في 15 وهم وحد تاني يشتريها في 80 و 70 80 و 70 يعني في الأرياف أغلى من القاهرة آآ آآ أغلى من القاهرة بتقفل طبور كم ساعة؟ ممكن أقف طول النهار وما أخدش وما أخدش؟ وما أخدش ليه مش بتقفل المستودي عارفين؟ طبور الناس اللي هي اللي وقفها بتاخد للبيوت بتاعتها كتير ممكن أقف وما أطولش هل الناس وهم عارفين أن أنتوا قفين تاخدوها تباعوها بيبوا متضررين منكو ولا شايفين أن ده وضع طبيعي هم ما يعرفوش هم ما يعرفوش ما يعرفوش أننا بناخدها من بيها في الوقت بطلنا بقى خلاص نجيب بقى وما فيش أصلا ما فيش أصلا نجيه أنا أخد الزيت بطلناها بقى مم ما إحنا ما نقدرش يدونه والناس وقفة طب هو هم أنت ما تقدرش تقول إن أنا بخدها بقى عشان يعني وإنت واقف في القطور أيوة أيوة أنا بخدها عشان نارزق منها هم طبعا الناس اللي بتاخد لبيوتها وقفة فما يقدرش مرضاش يدين يعني بتاع المستودع طب هي مربحة يعني الشغلانة دي مربحة مربحة يعني مربحة بالنسبة لنا إحنا في القريب مربحة بسيط آآ بتعمل كم في الشهر يعني يعني الأنبوبة يعني باخد 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 فيها مثلا خمسة جنيه مم طيب آآ اللي أنت قلت إن هم الكبار اللي هم عندهم عربيات وعندهم وسائل نقل مش إيديكو ده هل دول بيدفاعوا فلوس في المستودع عشان ياخدوا كميات آآ عشان ياخدوا كميات الكتير دي؟ آآ كيد بيدفعوا آآ بيدفعوا آآ عندكو فكرة بيدفع كاميا؟ لأ دي ما أنا عرفهاش بقى آآ وبياخد هو الأنبوبة بكامي؟ هو بياخدها على حسبها بتطلع من المستودع برضو بياخدها بعشرة آآ بعشرة جنيه آآ بيروح بقى بيبيع هو بقى بيبيحها بعشرين يبيحها بخمسة وعشرين ده بالنسبة للأرياف بخمسين وستين وسبعين وثمانين آآ بستين على حدها في الأرياف طب الاشتباكات اللي في الطوابير دي شفتوها حضرتوا أي اشتباكات من اللي بتحصل في الطوابير والخنايات والحاجات ما بتحصل خنايات كتير وناس بتسلك الموضوع وبيسكك إنت عمرك تخنيت على مبوبا؟ لأ 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 الله حياك حمودا؟ لا ما تخنيتش عمرك على مبوبا؟ لا لأ ماجيبش مشاكل نفسي عرفت آخوا ما عرفتش خلاص طب أنتوا شايفين إيع حلول المشكلة يعني كلنا عارفين إن في مشكلة بتحصل كل شيتا من وقع اللي إنت عشته سنين طويلة إزا المشكلة دي تتحل إزا ما باش عندنا قزمة بوتاجاز السيادة هي الأزمة ليمون دول بس نحن عورنا شفنا أزمة غاز غير ليمون دول بس لا بنشوفها كل شتا كل شتا بنشوفها المراض السنة دي طولت بزيادة لكن هي كل سنة في نفس المعاد بتحصل حضرتك السبب في غلوة البنبوت البدوجاز وشحر الغاز كده مزارع الدواج مزارع الدواج لأن كلها شغالة دلوقت على الغاز يعني السوء السوداء أو الناس اللي بتعمل السوء السوداء بتاخد الحاجات دي تودها للمزارع مزارع الدواجن آه وبالتالي هم بيعملوا أزمة فبالتالي هون هي دي اللي عملة الأزمة آه لكن انتو مش شايفين ان انتو عندوك أي مشكلة لا شغالة وكاتمية مية بس مزارع الدواجن أساسا كترته وكله شغالة عباس اي بس حضرتك بالبناء الأنبوبة بضعف تمنى وانت مش شايف نفسك جزء من المشكلة لا هي أساسا كترت متوفرة وكترت كويسة طبعا مزارع الدواجن دي واخد الكيميات كلها طبعا مزارع الدواجن دي شغالة طول السنة اشمعنا في الوقت ده عشان بارت عشان الشتاء الشتاء بيجي الغاز في الشتاء بيجمع بيطلع الصيف بقى طبعا لسه الصيف طب الحلول في رأي حضرتك ايه؟ حلول ان هم يخفوا مزارع الدواجن يعني الغاز لمزارع الدواجن ده بياخدوا كتير بياخدوا كميات جام يعني يدخلوا غاز طبيعي لمزارع الدواجن ويحلوا المشكلة ويحلوا المشكلة طب لما الحكومة بتقول انها عايزة تلغي مهنة البيع من الباطن للناس انتوا تشوفوا ان هو ده حل يعني لو هي يعني لو انتم ما بايتوش بتشتغلوا وغيركم ما بايتوش بتشتغلوا ده حل ولا الحكومة بتحاول تلاقي اي شماعة لا هي المفروض وما لما قلنا احنا عامل تدير كل واحد يعني ايه حصة يعني مثلا انا محتاجة مثلا ايه تديرك بعمارت ايه يعني انت انا حكومة وانت شخص عادي بالنسبالي تديرك بعمارت ايه مش دور بقى انها تجير فيها بقى مش لازم اتجير في الانبوبة اه اشتغل ايه شغلها تانية يشوف لي شغل تانية اه يعني انت شايف ان هو علشان يعني لو هو هيعمل كده يدور لك على شغل اه دور ما تدورش انت على شغل لا لا ادور بابا شغل فين ما انا بدور مبين اش انا اشتغل اشتغل ازاي حدثك بلك كم سنة في الشغلانة انا دي بتاع سنة بس كتير سنة بس سنة بس في الشغلانة دي مالكو بتشتغل ايه قبل كده والله كنت بتشتغل في العمالة كده في مصر عمالة و ايه اللي يخليك تشتغل في الشغلانة دي ما فيش لباكت دخلها افضل من مفيش بقول اجيب مصاري في البيت وخلاص عم احمد بقى لك ادي ايه شغلانة في الشغلانة دي بقى لي سنتين سنتين وانت يا حمودة سنتين سنتين وبرضو لجأت لي على عدم موجود شغل ولا انت مش عايزة تشتغل ايه حاجة تانية لا انا اشتغل ايه حاجة تانية بس انت يعني انت مش تلاقي شغل يعني ايه في ريها الداخل التاعي بس هي مؤكد طالما انت بتشتغلها بقى لك سنتين انت وعم احمد بقى هي بتكسب يعني مش احسن مفيش اكيد لو هي مش بتكسب كنت انت هتدور على شغلانة تانية مزبوط ايوه بس الوقت فيه ازمة ما فيش اشتغل ايه بقى تمام يعني الازمة دي وقف عليك بخسارة طبعا انت كمان مش مش انها يعني عامل لك سوء سوء ده وانت بتحاول ان انت تتحسن يعني مش انها جاي عليك بفايدة وجاي عليك بخسارة زي المواطن سيادتك انا ساعات باشتريها البيت انا بخمسين وستين جنيه انا خلاص بطرت شغلة الساعات بتحسن يا باب عندي لنساتك اللي انا ببتنف الشرع مش يكافوني انا وعيالي طيب انا بشكر عم صادق وعم احمد واحنا لسه مكملين ومصر بتستهلك سنويا اربعة وستة من عشرة مليون طن بوتجاز بتنتج منها اربعين في المية وبتستورد ستين في المية من الخارج باسعار تتغير من الصيف الى الشتاء لتنفق مصر اكتر من عشرين مليار سنويا على دعم البوتجاز لوحده ورغم ذلك تبقى الازمة بلا حل مليارات الدولارات يتم انفقها سنويا في استراد البوتجاز لتصل الانبوبة في النهاية للمواطن بمعجزة الهية بمية جنيه لسه عندنا تفاصيل مستفهمات مكملين بعد شواء اهلا بكم في مصر بتصل نسبة اعتماد المصريين على غاز البوتجاز حوالي 87% والباقي بيستخدم الغاز الطبيعي بيحصل 66% منهم على الانبوبة من الباقة السريح لعدم موجود مستودعات قريبة او لاسباب اخرى مثل عدم رغبتهم في الوقوف في الطبور 19% فقط بيتعاملوا مع المستودع مباشرة والباقي بيتعامل مع سيرات التوزيع الرسمية بما يعني فعليا ان الانبوبة ابعد ما تكون عن قفضة الحكومة وان الوسطاء يتحكمون على عكس انهم يمتنعون وبينضملنا الخبير الاقتصادي دكتور متحة نافع والاستاذة سعادة ديب اهلا بي اهلا بي دكتور متحة احنا طول الوقت نسمع انا الدعم يصل الى مستحقين الحكومة دايما بتكرر كده الكلام القوي ده وان ارقابة وقوية وان الازمة ستحل ثم تستمر الازمة بنجاح عظيم ليه بقى هو يتم دعم البوتاجاس في مصر بحوالي عشرين مليار جنيه سنوية اي ما يقرب من دعم الكهرباء ما نستهلكه جميعا من البوتاجاس حوالي اربعة وستة عشر مليون طن يعني تقريبا تلتمائة وستين مليون استوانة وتجازل المشكلة فين بقى في وصول الدعم المستحقية هل تعلمين حضرتك نخش في الموضوع مباشرة هل تعلمين ان مصانع الطوب او اقمنة الطوب اللي بيسموها دي بتدعم في الساعة الوحدة من الدولة بحوالي تمانية مليون جنيه تمانية مليون جنيه بتدعم من الساعة الوحدة بالساعة الوحدة يعني هي في الساعة الوحدة كل قمين الطوب او كل مصنع طوب بيحرق ستين امون يعني ده رسمي مش سوسو ده ده القانوني اه ده لو انت استشارتها بالسعر الرسمي عشان كده بتضيع الحاجة بتضيع ليه لان هو الراجل بيوفر على نفسه كتير جدا بينتج بحوالي عشرة في المية من تكلفته لو استهلك المزوت فبينتج بالبوتاجاز طيب انا عندي كام قمين الطوب انا عندي الفين مصنع طوب اين الرقابة على هؤلاء المفروض ان انا اطلع تشريع غدا اجرم مباشرة استخدام البوتاجاز في صناعة الطوب مبدأ ايه دي اول حاجة يبقى اول حل ان انا طلع تشريع يجرم استخدام مصنع الطوب للبوتاجاز طبعا وانا فزو لان اهم زي ما اتفقنا قبل كده اهم من التشريع التشريع والرقاب لان هما بيتفننوا في وضع الانبيب دي في اماكن محفورة في الارض وبيعملوها بطريقة فنية معينة عشان ينتجوا بسرعة فدي مثلا ده على سبيل مسال حاجة واحدة من اللي بتحصل انا مشكلتي دلوقتي ايه ان انا مش عارف اوصل الدعم المستحقي لاني مش عارف اعملها اوزع الكوبونات اللي اتفقنا عليه قلنا الناس المفروض عندي 18 مليون اسرة مستحقة 18 مليون او يزيدون قليلا مستحقة للدعم تحصل على الكوبونات بواقع استوانة ونصف في الشهر وبقيت الناس اشتريها بالسعر الحر انا حاليا عشان اشتريه امبوب بتجازبة اشتريها اغلى مش سعر الحر لما توصل لأكتر من 100 جنيه ده اغلى من سعرها حتى اللي انا بجيبه من بره انا بجيبه من بره بعشرة دولار فاحنا على فكرة بنستورة 60% من احتياجاتنا وبنمتغ فقط 40% كل الارقام دي لازم تكون قدام صانع قرارة وهي قدامه فهي المشكلة دلوقتي احنا بنتكلم على الكوبونات دي من امتى او كروت الزكاية بنتكلم عنها بقالة 3 سنين بس انا عايز اقول لحظة التنفيذية بتاعتها كانت جاهزة من اكتر من سنة دي ايه بس انا عايز اقول لحظة لتك لو انا عملت تشريع يجرم استخدام المصانع الطوب للبوتجاز ونفست التشريع يعني مش بس شرعت كمان عملت قلية لتنفيذه وراعيت الرقابة عشان يتنفذ او يشتروها بسعر الحر ايو انا لسه هقول لحظة ازاي انا هعمل ده اه وانا مثلا المواطن العادي او المواطن اللي بيسترزق منها او المواطن اللي بتاجر فيها في السوداء بيروحوا وياخدها من المستودع ده انا معاش عارف اعمل الرقابة على ده هاعمل الرقابة على ده ده المستودعات دي كارثة كبيرة جدا يعني اولا زي ما حضرتك شايفة بيحصل فيها ايه وبيتم جمع السيدات في عربيات نقل ونصنا بنشوفهم بعينينا كل يوم الصبت عشان يقدروا يحصلوا على الأنابيب بالسعر 13 جنيه من المستودع لكن هي لو جابتوا من مكانها في منطقة شعبية بتجيبها بتلاتين جنيه لما بتبقى موجودة لما مش موجودة بتوصل لستين والمية دلوقتي احيانا فطبعا دي أسعار غريبة جدا فيه ناس محتاجة وفيه ناس تانية محتاجة بس الاستهلاك صناعي او انتاجي يعني انا لازم افرق بيه الفنادق الخمس نجوم ازاي تبقى مدعمة ازاي يدعم الفندق الخمس نجوم هو بيستخدم المتجاس فلازم ودول بياخدوا من المستودعات وبياخدوا الأنبوبة الكبيرة ما حدش همنعه يعني لو حصل عليها من المستودعات ما حدش هيقوله لا فكل ده لان المنظومة قدينة جدا يعني ده مش تجاري مش المفروض ان ده استخدام منزلي وتجاري بزبط ولا ايه اللي بيحصل بزبط كان الاتفاق برضو من فعهد حتى هشام انديل كانوا بيقولوا حيخلوا الاستهلاك التجاري بستين جنيه وما حصلش وخارج منظومة الكوبونات بثلاتين جنيه اللي هو اللي زي وزي حضرتك واللي في المنظومة يحصل عليها بالتلاتاتار جنيه طب خلينا اسأل الاستاذة سعاد لو ده حصل مش هيخلصوا سودة اكتر يعني لو انا ببيع لا هي هي مشكلة في ان المنظومة كلها عايزة اعادة هيكلة زي ما بيقولوا لانه كل مرحلة من المراحل فيها فساد ففي الاخر بتلاقي الازمة دي واحنا الازمة متعودين عليها سنويا يعني وكأن مثلا الفترة الشتة دي بتيجي غفلة ما احناش عارفين مواعدها وعارفين ان الطلب على هذه النوعية من السلع بتبقى اكبر من دايما المعروف فبتحصل ازمة وفي ناس مستثمري هذه الازمة يعرفوا ازاي انهم يستغلوها بيعتبروها سبوبة فبالتالي بيكونوا مستعدين لها من من الاول في ناس بتجيب مثلا كميات كبيرة من الانبيب وزي ما قال دكتور كده سيجيبوهم يجيبو الستات الغلابة يدوا لكل واحد عشرة جنيه لانه في الاخر هو هيباحة مثلا بخمسين جنيه فلما يديها هي عشرة جنيه ده بالاضافة الى سعرها اللي هتخدم المستودع يبقى في الاخر هو المكاسب يبقى هي وقفت في الطابور زي حمودة كده النهار كله جابتلي الأنبوبة ودالها العشرة جنيه ودها مثلا العشرة جنيه فهي يعني بتلاقي ان ده تقول لك رزق ده رزق جيلعة مثلا ثلاثة أربع خمس ستات ويعملوا الحكاية دي اللي اللي تقدر تاخد أنبوبة واثنين وثلاثة ما هو حمودة وقبله وكان الأسادزة اللي معانا يقول لك احنا ما عندناش شغل تما تلاقييلي شغل ما هو ده دي الحاجة الوحيدة الباب المفتوح قدامه مظبوط يا حمودة اوه انت مش لاقي شغل انا اعملي علشان الناس دي تلاقي شغل واللي هو يعني ده مش موضوعي بس انا موضوعي انا كمواطن ان انا الدعم ده يصل لمستحقي فين الكابونات فين التموين ده من الطبور فالحد ما الطبور يخلص اللي يلحق ياخد ده مش لو كان لو كان اصلا الكمية اصلا المعروضة بتت بتت حتى هم بيخدو قداروا ياخدوها ده الكميات بيستطيع الجماعة اللي ما فيا دولت انهم ياخدوها قبل ما توصل للمستودع واحنا بنشوف ان الناس يعني ما بتسخلش المستودع اصلا اصلا من بره بره وبعدين في بعض الناس بعض الناس طب هو رقابة على المستوضعات دي مهمة التموين الرقابة على المستوضعات دي ولا للوزارة الداخلية لا تموين اللي يبقى الرقابة الرقابة على توزيع التموين لكن المنتج الأساسي اللي بيحدد الكميات وبيحدد النوعيات والكلام من ده وزارة البترول فهي المفروض المسؤولة احنا بنفاجئ بتصريحات المسؤولين في وزارة البترول يقول لك ايه المراكب أصلها كانت وقفة والجو كان وحش فوقفت في نص البحر مثلا أو انها يعني هما مش عايزين يقولوا مثلا انهم ما استوردوش الكميات دي في الوقت المناسب وبالتالي ان انت على الأقل عارفة ان فيه هيحصل أزمة لكنهم متعودين على انهم يتفرجوا على الأزمات فده وضع مش سليم أبدا فعشان كده لازم المنظومة كلها لازم تراجع كل واحد يبقى عارف مسؤوليته بالزبط انا مش هقدر اقول ان المستهلك الغلبان ده اللي روح يقف عشان قنبوبة احنا اقترحنا من فترة موضوع ديليفري انه فيه ناس كبيرة في السن ما تقدرش حتى تنزل على طيب ما هو حمودة ديليفري من الباطل ماشي لا هو اللي كنا احنا طلبينه ان يبقى ديليفري معلن انه هو يبقى ده مساجل اسمه عند المستودع وان هو بياخد خمسة مثلا خمسة جنيه فيه 166 كل سنتر ومحلتش المشكلة لا ما هي اصلاها وقفوها وقفوها وما اصلا وقفوها وانا سألت مبارح كان الحقيقة فيه اجتماع مبارح لمحافظ القاهرة في الجهاز التنفيذي فهو قفوها في الازمة يعني هي كانت شغالة لحد الازمة لا فمن فترة قفلوها وكان الحقيقة معرفش حتى بتاع التموين ده قال لي رد غريب جدا قال لي اصلهم عايزين يمشوا العربيات من غير تصريح ولا من غير ايه فانا قلت له يعني هي دي كان ممكن التغلب عليها لكن هي هتحل ازمة كبيرة اولا للمواطن اللي ما يقدرش يقف في الطبور ثانيا هتحل ازمة بالنسبة للشباب اللي ممكن يعتبروا ان ده مشروع بالنسبة لهم وهيجي لهم دخل منه وبعدين هيبقى شكلنا انت بتقول كرامة الكرامة الانسانية اين هي الكرامة الانسانية في الطوابير اللي وقفها دي والناس بتموت بعضها علشان ابوه بتتجاز اين هي يعني فانا الحقيقة استغربت حتى من الرد بتاع المسؤول بتاع التموين بتاع القاهرة لكن محافظ القاهرة نفسه كان طرح موضوع القنابيب المتجاز وقال انه السبب الاساسي في ازمة القاهرة رغم انها معظمها فيها غاز طبيعي الا ان المحافظات الاخرى بتيجي تاخد الانبيب من حصة القاهرة فعشان كده هو هيطالب بزيادة اللي هما دول التجار اللي في النص اللي في النص طب حضرتك احد المسؤولات عن حماية المستهلك انا دلوقتي ليه المستوضع ده بيشتغل بشكل عشوائي يعني دوركو ايه علشان تمنعوا المستوضع ده او المستوضعات دي هل انتو مثلا ليكو كلام على وزارة التموين هل ليكو كلام على وزارة البترول هل ليكو انتو تتكلموا مع رئيس مجلس الوزراء اللي هو نزل بنفسه والقصة متحللتش شاف المشكلة هو نزل بنفسه وشاف المشكلة وبعدين هي احنا احنا اولا احنا رقابة شعبية انا مسؤولة وانا كرقيب شعبي ما قدرش عمل بلاغ لا اقدر اعمل بلاغ وهو فعلا ده اللي حصل ان انا بلاغت مرة واثنين وثلاثة هو اللي بيقوم بالرقابة الرسمية وزارة التموين لان اولا عندها حق الضبطية القضائية ثانيا ان هي مسؤولة رسمية عن انها ترقب سوء وده دي سلعة اساسية مدعومة من الدولة يفروض ان هي ترقبها فاحنا بنبلغ بنبلغ ونقول والله يا جماعة في يعني مثلا المستودع الفلاني في الحتة الفلانية في مشكلة كذا وانا بيجيني المشاكل دي على مستوى مصر كلها مش على مستوى حتى القاهرة اللي انا فيها يعني فكان جايلي من المنصورة كان جايلي من أسلوب كان جايلي من سواءك انا جيت لك بالمشكلة حضرتك بتعمليلي ايه بتقدري تعمليلي ايه انا يعني انا بقول لحضرتك ان انا فكرنا في حل بالنسبة للناس اللي اصلا ما بي ما بيقدروش يوصلوا للأنبوبة ويبقى فيها نوع من الصعوبة بالنسبة لهم ان احنا نعمل موضوع ديليفوري ده عن طريقهم يعني احنا ما هيبقاش هنا ده ده اقتراحك ان هو الدليفوري ده ممكن يبقى حل طب دكتور انا دلوقتي واقف حمودة بيعفل طبور كل يوم بياخد اه اه امبوبة او اتنين تمام فانا ما فيش حد بيسألني انت فين البطاقة بتاعتك بطاعة التنوين ولا فين اه اي حاجة يعني التوزيع نفسه فيه خلل طبا يقول ان ما فيش رقابة وبالتالي ممكن العشوائية السائدة دي هي اللي تبقى يعني سيدة الموقف هي المنظومة المعتمدة حاليا والمستخدمة من الدولة بقالها حوالي 40 سنة ما تغيرتش ويعني منظومة عقيمة جدا الناس لقوا ربحية كبيرة جدا بقول لحضراتك 360 مليون استوانة بتتوزع في البلد لو كل استوانة قدر الراجل بتأسوه السودة ده يكسب عليها يكسب منها عشرة جنيه يكسب بس ماكسب صافي عشرة جنيه يبقى عمل كام 3 أو 6 من 10 مليار جنيه فتخيلي طبعا ده ده المافيا كلهم بقى اللي هو في مصر كلها لو كل واحد منهم على كل امبوبة كسب فيها عشرة جنيه عمل ده عمل ده من جيب الدولة ومن جيب حضراتك ومن جيب الاستاذ عمل ده من جيوب نحن لان ده مدعوم الجزء الأكبر منه مدعوم طيب أنا ليه بدعم أنا بدعم الأجنابي اللي مقيم في مصر اللي بيستخدم البوتاجاز أنا بدعم الشركة الكبيرة والمصنع أنا بدعم مصنع الطوب اللي اتفقنا عليها قبل كده يبقى دايما الاستهلاك المنزلي مثلا ليه أولوية والاستهلاك المنزلي لذوي الحاجة ليه أولوية أولى اللي هم 18 مليون أسرة المتحددين ومعروفين ومعروفين بيوليهم بطاقة تموينية يبقى أنا أوزع على البطاقة التموينية دي الكوبونات اللي محدش عارف حتى هذه اللحظة يوقف عليه واللي على فكرة تدخل رئيس الوزراء شخصيا في الموضوع ده دليل فشل لوزارة التموين ده معناه إن فيه مشكلة كبيرة حصلت وإن هو بدأ ينزل بنفسه وعايز يحل إذا ما هو تكلم عن خط الساخن اللي بيتكلم عنه بالتورة العربيات اللي بتتنقل عشان كنا بنتكلم على الحاجات اللي بتتسرق على العربية في عربية تتسرقت دخلت مناطق محتاجة جدا وتتسرقت وهي وقفة يعني بسطوة مسلح يعني فقال لك لا ده احنا حنحرص العربيات دي هننقلها كما لو كانت عربيات نقود من الأموال بتاعت أمالك هننقلها بحراسة من شرطة التموين ومعها مفاتش التموين حاجة بقت خطيرة جدا الموضوع بقى قصير طيب لا احنا لسه مكملين عندنا لسه تفاصيل هستسمح حضرتك وفي الوقت الذي وصل فيه دعم المنتجات البترولية في مصر إلى نحو 130 مليار جنيه منها 22 مليار دعم للبتجاز لوحده وافتصل معدلات الدخ إلى 1.150.000 سطوانة يوميا يحقق تجار السوق الموازي الأنابي بالبتجاز 2 مليار دولار سنويا برقم كبير أوي وفقا لتقديرات الهيئة العامة للبترول نتيجة الاستفادة من فرق السعر بين السوق الرسمية والموازية بعلم الحكومة وتحت سماعها وبصرها يعني الحكومة أول من يعلم لسه عندنا تفاصيل واستفهمات نكملين باتشو بنجد تحية لكل مشاهدين واللي ديوفنا معانا النهار ده وسنوات طويلة والحكومات المتعقبة والخبراء يحاولون إقناعنا بأن توزيع البتجاز على بطاقات التموين وبالكابونات هو هيحل الأزمة وسيقضي على ظاهرة الوسطاء والسريحة وأنه سيوفر لمزانية الدولة أربع مليارات دولار وسيدمن المسؤول للبتجاز المدعم لمستحقية حتى بدأ التطبيق حتى بدأ التطبيق فعلا في 2012 لكن حتى الآن لم نرى إلا مزيدا من الأزمات وازدهار للسوق السوداء وتمدد إمبراطورية وسطا أمبوبة البتجاز إحنا عايزين الحلول هل أكيد في حلول كتيرة جدا ما هي الحلول التي لا تدركها الدولة والحلول التي يمكن أن تدركها الدولة ولكنها لا تنفذها وليه تفضل الحقيقة أنا كنت بس عايزة الأول أعلق على الكلمة اللي قالها الدكتور بالنسبة لمفتش التموين لما سألت عن مفتش التموين في العربيات اللي بيتم السطو عليها وبياخدوها من بره بره ويتصرفوا بقى في الكمية كلها فالمفتش التموين قاله طب وإحنا هنعمل إيه إحنا لا حول لنا ولا قوة لو رحنا إحنا ما معناش أي حاجة دفاعية لا أسلاح ولا معنى حد يحمينا من البلطجية دولة اللي ممكن يعتدوا علينا فبالتالي هم يعني حطوا لنفسهم أنه مبرر لعدم التصدي لهذه الحالات وبالتالي بقوا سيبين المواطن هو بقى وحالو يعني زي ما بيقولوا الدولة لو أنا بقول أنه مراجعة المراحل كلها بتاعة الغاز دي من أول انتاجها لغاية ما توصل للمستهلك في مراحل كتيرة فيه ناس بتستغل هذه الصغرات وتعملها يعني مثلا أنت الناس بتشتكي من الأنابيب دي حتى ما هياش الكمية اللي فيها أقل من الكمية المعتمدة يعني هي 12 كيلو مثلا ونص بيلاقوها مثلا تمانية فبالتالي بيزيد لما الاستهلاك يزيد لأنه هو بيستهلك أكتر من المعدل بتاعة حتى الأنبوبة ونص اللي هم حطينها دي حاجة تانية أنه الناس اللي هم بيشتروا الأنابيب دي في بعض منهم بيبقى حاطت في اعتباره أنه العملية دي ممكن أن هي تحصل فبالتالي بيشتري أنابيب أكتر وبيخزنها يعني يشتري مثلا أربع أنابيب ويخطها في بيته في كتير من الحالات بتحصل حرايق وبتحصل نتيجة وجود مثل هذه النوعية أنه هو شغلها الوقت السوق السوداء هو ده وقت العوزة بالنسبة لي بالزبط كده فإحنا عايزين نقول إيه أن ديت هي منظومة يعني دايماً ما بنتكلمش إلا على أن الدولة دعم بتدعم الله طيب ما تحسب ما تحسب التكلفة الحقيقية للأنبوبة وتعلن ده رسمي وأن الناس تشيريها بسعر لما هم هم بيشيروها من بره بسعر مضاعف طيب ما تعمل لهم دايماً بنقول مستويات وكل مستوى بياخد بيبقى معروف الشريح بتاعتنا اللي هي ممكن أن هي تاخد الدعم ده يوصل لها والناس اللي مش محتاجاها معظمهم عندهم غاز طبيعي يعني أنا بشوف أن الغاز الطبيعي هو الحل الأمثل لمثل هذه الحالات طيب الدولة بتتوسع والأزمة موجودة وبتزيد الحلول أو زي الحل اللي طرحته الأستاذ سعاد إيه صحوب التنفيذ يعني ليه الحكومة ما بتنفس حال ده في التنفيذ الحاجات دي صعبة ولا هي مش هما ما عندهمش الرؤية دي ولا بلا إدراك ولا إيه هو الحلول المقترحة في المسألة دي لازم تكون يعني على كذا مستوى على أكثر من مستوى بنتكلم على تفعيل آلية الكوبونات أو الكروت الزكية دي نمرة واحد نمرة اتنين التوسع في شبكات الغاز الطبيعي قدر المستطاع نمرة تلاتة الأهم تفعيل الضبطية القضائية والرقابة على الأسواق بشكل جيد وفعال خاصة في الاستهلاك اللي بنتكلم عليه في مصانع الطوب ومصانع بير السلم كتيرة جدا اللي هي معاش ترخيص أصلا ما بتدفعش ضرائب للدولة وهي عبق على الدولة أصلا بنتكلم على أيضا أن يكون عندنا رؤية اقتصادية أشمل شوية يعني زي ما كانت الأستاذة بتتكلم أن فعلا فيه فترات استهلاك عالي جدا ومعروف أن الأنبوبة الطنة مثلا بنجيبه من بره بنستورده بـ 1200 دولار طن البتجاز واستورد بـ 1200 دولار في أوقات الشت وفي الصيف بنجيبه بحوالي 500 دولار فيه قليات كتيرة جدا أنك تعمل عقود مستقبلية نختشتري من يعني قليات كبيرة جدا ده وزارة البترول تخش في عقود مستقبلية كفقة لأنهما بيقولون دي مشكلة عندنا طب هل أنتم عندكوش كده أكيد فيه يا حكومة يا وزارة البترول يا وزارة التموين أكيد دي حلول يعني يعني أكيد مش بس أنتم حضراتكم اللي عارفين أكيد هم عندهم ناس تعرفها وأكيد لو هم دوروا عليكم على الناس اللي بتفهم اللي زيكم حيقولولهم الحلول أكيد لهم بيفجأوا يعني بصراحة أنا بستغرب إزاي أن هما كل الأزمة تحصل وإحنا للناس اللي ندعك فيها بصراحة أنت شايف نفسك أن أنت جزء من حل الأزمة يعني أنا بالنسبة لي أن أنا ما أقدرش أقف التبور أو أن أنا حد كبير فأنت بتحليلي أزمة وبتجيبها لي لحد عندي وإنت في الوقت نفسه بتستفيد سيادتك المفروض وزارة التموين تنزل للشارع تعمل إيه بقى وزارة التموين مثلا تروح مثلا للمخازن اللي فأنا بيبت هي توزحها هي توقف توزحها يبا هي المسكة الرقابة لأن دوقتي مستوضع الغاز دلوقتي بيجبوا مثلا عارف ماس تجار فبيديهم جزء كبير من اللي أنا بيب دلوقتي لو الحكومة وقفت وزعتها مش هيجا فيه الكلام ده مش هيجا فيه أزمة يعني رقابة الحكومة تضمن سد منافذ الفساد طبعا وبالتالي تقلل من الأزمة آه يعني إحنا قلنا حلول كتيرة جدا وأخيرا طالما اكتفت الحكومة في تعاملها مع أزمة البتاجز بالمسكنات فلن تختفي أبدا وستبقى معركة سنوية كل عام يفتقد فيها المصريون كرمتهم وحياتهم المواطن ما بيهموش أرقام الضخ ولا مليارات الدعم الضائعة في السوق السوداء فهذه مسؤولية الحكومة مطلوب رقابة حقيقية على المستودعات وإجراءات مشددة حتى لا يذهب الدعم الغير مستحقية وإذا كانت الحكومة العزيزة بتفاجأ كل سنة بالأزمة وبتواجهها بلا خطة وبلا حول ولا قوة وعشان تكون عاملة حسابها فنحن ندعوها من هنا من برنامج الحكاية فيها إن للاستعداد لأزمة قادمة في الشتاء 2016 يمكن يقوموا بعملهم نرجوكم راعوا مصالح الناس التي اتمنتم عليها اضبطوا الأسواق امنعوا الوسطاء أو قنون ودورهم أو حتى راقبوهم كفاكم معودا وتصريحات وردية عاوزين نشوف فعل وحلول واقعية في أزمة الأنبوبة وربنا يحفظ مصر ويكرمها بعقول نبيها وبرؤية مستنيرة أشكر ضيوفي واشكركم واشوفكم على خير